ترجمة نانسي قنقر للتنمية السياسية على ضرورة تعزيز الوعي السياسي لمواجهة التحديات المتزايدة في المجتمعات مشيرا إلى أن سرعة الوصول إلى الأفراد باتت مطلبا أساسيا لمنع انتشار المعلومات غير الصحيحة أو غير المكتملة وتجنب سؤال فهم للقرارات السياسية أشار رمحي في الوقت ذاته لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثرة في توجيه الرأي العام حول أبرز الأحداث العالمية لافتا إلى أن ذكاء الاصطناعي يلعب دورا متزايدا في تشكيل الوعي السياسي من خلال تحليل البيانات الضخمة ومكافحة الأخبار المفبركة وفهم توجهات الرأي العام من جانبه أكد الأستاذ عيسى علي الشاجي رئيس اتحاد الصحفين الخليجيين أن التعاون مع المعهد يأتي ضمن استراتيجية اتحاد الصحفين الخليجيين لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية في المنطقة مشيرا في الوقت ذاته بدور المعهد وإدارته التنفيذية في دعم هذه الفعالية لتطوير برامج نوعية تدعم الإعلام الخليجي في ظل التطورات السريعة التي يشهدها الإعلام الرقمي وتقنية الذكاء الاصطناعي هذا وقد تضمنت الندوة جلستين نقاشيتين الأولى حول موضوع أهمية وتأثير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي على الوعي السياسي أما الجلسة الثانية فقد ناقشت مستقبل الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في المنطقة قد شهدت الندوة حذورا واسعا من المسؤولين والمختصين والمثقفين والمهتمين بالشأن الإعلامي والتقنية اليوم اللقاء الحقيقي استمعنا إلى عدد متميز جدا من المتحدثين البحرينيين والخليجيين حول موضوع ذكرت في كلمتي بأن إذا ما تعاملنا معه الآن راح يكون ثمن جدا غالي إذا تأخرنا في التعامل معه موضوع الذكاء الاصطناعي وهميته وخاصة في مجموع نشر الوعي بشكل عام للمجتمع وركزنا على موضوع الوعي السياسي أعتقد ما يميز هذا اللغاء اليوم هو الحضور هو مؤشر بأن هناك فعلا وعي اليوم المجتمع بكل فئاته طلبة الجامعة الأكاديميين دكاترة الجامعة حضورهم الإعلاميين هذا مؤشر بأن هناك فعلا وعي وفي محاولات من الجميع لتلمس هذا الموضوع الجديد والطارع على مجتمعاتنا وهو موضوع الذكاء الاصطناعي دور الذكاء الاصطناعي اليوم في تشكيل الوعي السياسي هو من أهم الضمانات اللي إحنا راح نواجهها في المستقبل اليوم إحنا في مجلس النواب راح نتكلم فيه الاستراتيجيات والتحديثات من الناحية التشريعية ومن ناحية القضائية أيضا في الذكاء الاصطناعي طبعا أنا تشرفت بترأس الجلسة الثانية من هذه الندوة تطرقتها كثير من الموضوعات المهمة لها علاقة بالوعي السياسي من منظور أهمية الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي واستثمار هذه التقنيات فيه فتطرقنا أيضا إلى مفاهيم مهمة جدا التغير اللي صار في مفاهيم المسؤولية الصحفية وحرية التعبير في ظل وجود هذه التقنيات وأيضا دخلنا في سياق مسائل كيفية استخدام وتطوير منهجيات مهمة لمكافحة الشائعات ترجمة نانسي قنقر